طيب احكينا بقى الفترة التوجدك هناك بقى مع طوامية وممتاز به وازاي تقدر تتعامل مع الوضع الجديد بالنسبة لك انت طبعا انا نقاب الدنيا هناك برضو صعبة لان المجموعة صعبة ومجموعة الصعيد مجموعة قوية فالواحد بيحاول يتأكلب عشان يعني عشان يكمل مسيرته ويوصل لطموحه اللي هو عايزه يعني فالك اللي انا اقول لها ما اقدر اقول لحضرتك ان الموضوع صعب الموضوع مستهل هناك والمجموعة قوية جدا ومجموعة مستهلة وكون ان انت تتغرب عن اهلك دي حاجة برضو مستهل بس الواحد ده طبعا ده اكل عيش وحضرك عارف حاجة زي دي واحتراف واحتراف عادي يعني ده وارد انه يحصل وارد انه موجود في عالم كرة القدم طب قولي انتقالك لنادي طغمية من نادي الزمالك هل الجو هناك يساعدك انك تلعب وتتقلق تاني ولا الموضوع بالنسبة لك لسه برضو شوية عبر ما تتأقلى مع الناس انك وتلعب اساسي هو طبعا يعني شوية هاخد وقت شوية بس الموضوع سهل لان الكابتن نادر يعني كيمة وقمة طبعا فطبعا بتعامل معاك باحترافية لكنك في دور ممتاز كن اصلا بتعامل معاك او مديك ثقة ان احنا اصحاب او اصدقاء او انا اخوكو كبير او انا كنت واحد من نوكو قبل ما بقى الكابتن نادر السيد دي حاجة كبيرة دي حاجة بتديك ثقة دي حاجة بتسهل عليك الموضوع فالموضوع بيتسهل يوم عن يوم بتجاربك بكون ان انت شايف نجم كبير زي ده معاك بيعرفك ان هو كان واحد منكو فعا يعني الموضوع بيبقى سهلة السقة بتزيد هو مديك السقة يعني هو بيحاول يحسك في كل اجواء ان انت مش في مجموعة الصعيد ولا انت في موضوع الصعب ولا انت متغرب لا احنا كلنا واحد احنا كلنا زي بعض احنا كلنا موجودين احنا عشان نحقق الهدف انا مش عايز كتبه هنا السنة الجاية الكلام ان هو اللي يجيله حاجة يتكره الله يمشي ما بيقفش في طريق حد فدي حاجة بتبقى مديك ثقة ان انت قاد في بيتك صحيح ان انت يكون ان انت النهاردة هتتقلق فانت النهاردة يجيلك حاجة لأ انت هتمشي مفيش حد يقف في طريقك انت معاك راجل بيعملك بيشوف فيك نفسه ان هو كان كده فمش عايز يقف في طريق العيب فدي حاجة بتسأل الموضوع يعني اشتركوا في القناة